أنا المواطن محمد وليد مردوم من حلب الشهباء إنا خمس سنوات هون محاصرين مصلحتي أشتغل سيق معدات سقيلة هندسية لدى المجلس المحلي بنهار خدمات مدينة وشيل أنقاض ورفع جسس وفتح شوارع وبالليل عجب هاتنا نرفع سواتر ترابية إنا من شهر 12 والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة لحد لما أبضنا الرواطن ولا إضافي على التركس، التركس الدولاب، على الباقر، على الكاميونات، على الجبهات لهون، وين في محل خطر، وين في قتل، وين في قنص بيبعتون أنه لننوم من هالواجب هذا أنا الحالي هو شوفير الوحيد بالمجلس شوفير الموت مسميني شوفير الموت ليش؟ مش هلا عم بعبؤون بهالواجب هذا شوفير يعني كلا تهرب نحن المقدمين دمنا في سبيل الوطن وفي سبيل عرضنا وناموسنا وبناتنا ونسانا موهم من الدنيا كلها النصر من عند الله والعز من عند الله وهي ما بيشي لغير رب العالمين أنا أقف قدامي قدامك عباك المقابلة أنا ميت من سنتين لحد لأنا سبعمائة موتة طالب بيحقنا طالب بيحقنا أخي يعطونا تعبنا إنا من شهر 12 عشان كل شهر السابع التامن ما بيعطونا هواتف ليش؟ ليش أكلنا وحقنا ليش من منطلب حالا نروا نسره ما رح نسره المشتكل لرب العالمين المشتكل لرب العالمين بس المشتكل لرب العالمين بحث في الله أنا ولوكي بس شكرا